طيب سادسا وقال قال مالك ليس على الراعي ضمان ليس على الراعي ضمان كيف يعني ضمان نعم إذا حصل هلاك لهذا الغنم لماذا؟ لأنه مستأمن ووكيل وبالتالي دائما الوكيل أي شيء يحصله هو للأصيل وأي شيء يحمله أن يدفع فهو على من على الأصيل قال ليس على الراعي ضمان وهو مصدق فيما هلك أو سرق أنت بتتعامل مع شخص صادق لأنه أمين كالوكيل إلا أن يفرط أو يتعدى إذا عرف عنه تفريط بإثباتات وختيت بيختلف الحكم وهذا حقيقة في سؤال يتكرر كثيرا عشرات المرات جاءني أن أحدهم ممن يعمل في الشركة الفلانية مثلا يعمل سائق وطلب منه أن يذهب بهذه الحمولة إلى منطقة مثلا في أقصى الأردن في الجنوب إلى العقبة مثلا هو موظف فعندما وصل إلى العقبة وأنزل الحمولة قالت له الشركة ارجع قال فإذا بشخص يقول له ما دمت أن تنازل إلى عمان فأخذ هذه الحمولة ولن يؤثر وهي حمولة خفيفة فهذا المال يأخذه الجواب لا يجوز وإنما هذا المال إذا أخذه هو للشركة وليس له فهذا هو الوكيل يعمل عمل الأصيل العكس الشركة صرفت له وقود بقيمة مئة دينار فإذا به بصورة أو أخرى يتفاجأ أنه احتاج إلى مئة وعشرين وقود فالعشرون على من؟ على الشركة إذن أي توفير للشركة؟ وأي زيادة؟ على الشركة